والأخبار عن السوشيال ميديا وأول هاشتاج اكتاح تويتر وفيسبوك الحقيقة بأنوان كان عمله زي مظاهرة إلكترونية لمساندة الجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب اللي كتب في الهاشتاج ده ادعمه رجالتنا بنفق فيه جيش وشرطة بلدنا استجاب عدد كبير جدا من الفنانين لمبادرة الفنان آسر ياسين اللي أطلقها الأمس على تويتر بأن يقوم كل الشخص بتصوير نفسه وهو يؤدي التحية العسكرية منهم الفنان بيومي فؤاد وعمر مصطفى وانا سماحة محمد أماح منا فضالي الحقيقة كان فيه استجابة عالية جدا وأيضا على تويتر تصدر هاشتاج الوحات وعملوا زي دفتر عزاء عقب الحادث الارهابي اللي راح ضحيته العديد من الشهداء طبعا من الشرطة المصرية شارك عدد كبير جدا من رواد موقع التواصل الاجتماعي بعزاء الشهداء القوات الشرطة المصرية اللي راحوا ضحيت هذا الحادث بأنهم كتبوا على صفحاتهم كلها عبارات عن طبعا بيسندوا فيها الجيش والشرطة وبيقولوا فيها طبعا يعني مشاعرهم الحقيقة اللي حوالين هذا الموضوع كل دي الحاجات دي كانت موجودة على صفحات الحقيقة التواصل الاجتماعي عندنا الخبر اللي بعد كده الحقيقة أن وصلت الأجهزة الأمنية بمختلف قطعاتها تمشيط المناطق الصحراوية بالوحات البحرية لتعاقب الإرهابيين بعد العملية الأخيرة اللي أصفرت عن استشهاد وضباط ومجندين وقالت مصادر أمنية أن عمليات التمشيط التي تنفذها القوات من وحدات مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن المركزي والتدخل السريع بالتنصيق مع مدريات أمن الجيزة والفيوم والمينيا على مساحة حوية 395 كيلو متر بطول طريق الوحات ألاوة على الامتداد الصحراوي حتى حدود محافظات المينيا والفيوم والموادي الجديد طبعا زي ما احنا عارفين أن تم إعلان حالة الطوارئ وانتهى منذ قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب رئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ وانتهت اللجنة العامة في تقريرها المقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من ضمن برضو الحاجات الإنسانية التي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي قصة أصغر الضابط القصة دي تم تشيرها بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا الملازم أول أحمد حافظ شوشة دفعة 2016 والدته الحقيقة كانت قد توفت منذ عدة أشهر في حادثة عربية وناس كتير نشرت صور الملازم أول أحمد شوشة طبعا ربنا يرحمه يتقبله فيه الشهداء والأبرار لكن الحقيقة القصة تعتقد مؤسرة جدا وكان فيه حوار لأخته بتحكي عنها عن علاقتها به ويمكن صحيح هما زي ما زميله وما راحه العازة قاله جايز يكون هو الأصغر سنا ولكنه الأمهر على الإطلاق كما هما زميله في الدفعة نفسها هما اللي قالوا عنه كده وإحنا طبعا كل واحد من الشهداء يستحق حلقة لوحده نتكلم فيها عنه سواء ضباط أو مجندين لكن إحنا مجرد مثل بسيط ولسه هنكمل لأن إحنا الحقيقة واغذين على نفسنا المراضي يعطي أن فكرة أن أنت تتكلم عن الحدث فقط لما يحصل ويومين ثلاثة وزعل ياخد وقته وخلاص يروح لحاله مش هنعملها المراضي هنفضل مكملين وحنعرض الحياة الشخصية لهؤلاء الأبطال وطول الوقت نحطهم نصب أعيننا عشان ناخد منهم مثل ونستمد منهم طاقة ونفتكر طول الوقت أن إحنا لسه عندنا فقر ماهديش لغاية ما هناخده ولما ناخد ده هناخد غيره وغيره لغاية ما ننتصر تماما على الإرهاب وزي يمكن ما يضفتي العزيزة إمبارح جايلان جابل قالت إحنا في حالة أشبه بحرب الاستنزاف ونفسنا طويل ما بنخلص الشيء الأكيد يا جماعة أن إحنا ما بنخلص